في التالت يمين زي ما حضراتكم متعودين موجودين مع جماهيرنا في كل مكان النهاردة من محافظة كفري الشيخ تحديداً مركز اللين مركز اللين كان فيه مفاجأة ممكن أنا واحد من الناس لعبت النادي الزمالك بشكل كبير لكن الواضح ان هنا فيه حاجة مختلفة اكيد جمهورنا هتعرف عليها النهاردة ونشوف التاريخ ونشوف حاجات كتير وحكاية وكتير في البداية طبعاً حاجة ورحب وضوف أستاذ يمين كابتن يمين نوارنا في قناة الزمالك طبعاً نحن نرحب بقناة الزمالك وبرنامج التالت يمين الموثل في الكابتن عبد الواحد السيد من أعظم حرص المرمى اللي جاءت ليه مصر كابتن عرف منوارنا في قناة الزمالك طبعاً نرحب بحضورك في قناة الزمالك احنا اللي بنتشرف بحضرتك نجم كبير واسم كبير كابتن عبد الواحد السيد حاجة من الناس الكبيرة اللي مرت على الكرة المصرية بنتشرف بالبرنامج الجميل التالت يمين بنتشار بفريق الاعداد ونوارتوا كف الشيكو اللاره ونوارتوا مدينة اللين احنا محفوظين والنادي الزمالك اللين اليوم جميل بالنسبة النادي الزمالك اللين انت واجدكم معنا ولسعنا يا ربك وkreولي الزمالك اللين كده لازم ج breathe جمهورنا كمان يا ربي طبعا في الحال برحب بالكابتن الطيب وزحبت لك منوارنا في فريق الزمالك ازي كتنا مواحد انتشرفتونا كلكم طبعا فريق الاعداد وكتنا مواحد. ونات زمالك طبعا. النهاردة يوم تاريخ في اه ناتزة ملك اللين. وانتو شرفتونا او 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 ويا رب دايما اه التكر اللي يزيرات دي عطوني ان شاء الله بازل الله. ان شرفتونا بكبات. انت اميل بان عايز اعرف تاريخ زمالك اللين. اكيد كتير من جميل زمالك ما عرفوش. اه تاريخ ناتزة ملك اللين هو يرجع لسنة ستة وسبعين. بدأت الفكرة ازاي? اه الفكرة بدأت ان كان فيه ناس طبعا ملموعة كبيرة من جمهور الزمالك موجود في النادي وعضاء الجماعة العمومية وجات فكرة التوأمة مع ناس الزمالك عن طريق دكتور مجد حماية اللي كان على علاقة بالمهندس محمد حسن حلمي والكابت الحمد أمام وجيه بعدها طبعا الكابت ابن مونير حسن كل ده طبعا كان للفضل ان هو يعيد اشهر النادي باسم زمالك قلين فطبعا كان فيه رجال اعمال في قلين وناس من اعيان زمالكوية دعوا مجل صدارة النادي الزمالك ان هو يحضر الى قلين وعملوا طبعا استقبال شعب الكابتن حسن حلمي وراح واشهر نادي زمالك قلين سنة تسعة وسبعين تسعة وسبعين تأسيس النادي كان ستة وسبعين كان ستة وسبعين تحت لقم اتنين باسم النادي النيل الرياضي الاجتماعي قعد تسميته سنة تسعة وسبعين عن طريق كابتن حلمي الله يرحمه وبدأ الكابتن حلمي يساعد النادي من غير اي حاجة كان طبعا بيوفر له الملابس الرياضية كان بيعمل ماتش السنة وفي كفرة الشيخ يخصص دخل هذه المباراة لدعم انشط النادي المختلفة ده خل جمالي الزمالك هنا كتير اه طبعا ايوا طبعا في الفترة دي طبعا بدأ النادي يرتدي زير اسم النادي الزمالك وبدأ اسمه يتردد في كل حتة وبدأ يتدرج في الدرجات من الرابعة للتالتة للتانية وبدأ اسم زمالك قدلين في جميع المحافظات حتى المحافظة دهلية فمن هنا طبعا جات بقى الشورى النادي الزمالك قدلين طبعا سنة واحدة تمانين اه زي ما قلنا طبعا الكابتر حلمي كان بيعملنا ماتش سنوي اما كان بيجي بقى كل نجوم الزمالك موجودية كل نجوم الزمالك مين بقى الفترة دي لي كان موجودة والله كابتر نوحيد كامل واه طبعا كابتر برجيلا كان مسك في الفترة دي بالفترة دي كابتر برجيلا نسمى كلها فطبعا فاز عليها 3-0 في كفر الشيخ. وهو طبعا الغرض من الماتشات طبعا الماتشات دي كان الغرض منها ان هو بيبقى عيد قومه في كفر الشيخ. طبعا كنا بنسوى التذاكر وبنعمل التذاكر. كل دي مخصصة لإراد النادي. وكان طبعا كل الدنيا بتحضر الماتش ده. وسنة واحد وتمانين الماتش اللي ترى اياحيا حط فيه هدفين. فصار الكابت الحمادة ما من يقدم عافل الكابتغرagus كان طريق بقى ايه بقى بسبب افتوح. كابتغر كان بلعبه. كان بلعب في زمالك اللين. كان لسه بقى صوى. كان لسه 19 سنة وكان بلعب في الزمالك اللينو. طبعا كان فيه طبعا الفترة دي يعيد France لعبها في كفر الشيخ. آآ محزل رد الخطيب والناس دي كله. مه نه 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 مها وكان الزبالك فترة ديت كان ما فيش راس حربة لان الفضاء دي مش شابكة راس حربة بيه وتصاب وما فيش راس حربة زبالك فطبعا طالي لقى الماتشو غريدة الخطيب كلنا بنستعين بيه في الماتشات دي برضو طالي حتى يجيبها هدا فين؟ كابتن حماده قصار يخدم عفلة ويس وطالي عبدالي يوم امتحان في كل التربية فطبعا لنا كابتن ان شاء الله يقدر الامتحان وحنجيبه وكده فطبعا خلص امتحانه واخدناه ودناه مصر ونزل في تاست حركتي موجود ده فترة دي اه موجود وفترة دي وانا اللي كلفت بضم كابتن طاري لان زمالك انا اتعادك بنت مكلف ان كابتن طاري يروح الزمالك اه حتى فيه برضو الجواب اللي هو التكليف كابتن حما اه خدت بال حضرتك فروحنا بيه مصر انا ودكتور مجدي ونزل في تأسيمة طبعا اختبارات مع كابتن احوان مصطفى دي كواليس جامدة دي كابتن احمد مصطفى طبعا نزله على ملعب خماس رامل وبتاعه الجزمة طبعا مش مناسبة الكلام ده قالك طاري ده شام ومشيه كده طبعا طاري جيه خدت بالك اه دكتور مجدي كتب خطاب تاني لكابتن حلم وانا رحت به وقاله المدالة عيب وآآ ممكن بباش موفق اليوم ده اه طبعا هو طبعا من راح من حتة لحتة وطبعا بس رأى نفسه في نجم نزل مالك ومع اللجوم كلها وبتاعه فطبعا لازم ان هو كان ايه فحضراتك بعتوا جواب تاني لان اللاعب ده كويس بعت ده جواب شخصي لكابتن حلم ان الكابتن حلم اللي كان بيعاملنا على ان احنا يعني جزء من نزل مالك خش بكتابه نقعد بقى طول النهار خدت بال حضرتك اه في المكتب اه اي حاجة اللبس الجزء من الحاجات دية تتكور حاجات دي خلصها لنا وناخد اللبس بقوس بكله مم فطبعا كابتن حلم قال ازاي وهاتو تاني وتشوفو تاني والدول لاشئين لعب ماتش لاشئين حتى تلت تجوان فماتش لاشئين طبعا كابتن مايك بايبها اتشافه وقال لك ضمه فيل او لاحظ لعب مع كابتن طارق اه طبعا كابتن حماده اصرارك ان ان ده لعب كويس وانك انت مصمم اه طبعا انا اقام مقتنعين كابتن طارق اي حاجة راك بيخد الملعب بيخد الحمل الملعب في كلام ده كله حيفرق وفعلا نزل اول ماتشي في الدولة حتى تلت اهداف وانطلق طبعا كابتن طارق هيحا طبعا متخل نصر ماتز مالك فخر اللين كله وفخر الزمال. ان شاء الله يعني حاجة محترمة جدا. طبعا. في لعبة تانية طلعت من من الليل الايان ديها تانية? اه طبعا وانا طبعا فترة اللي بتاع طوحي التمانية كابتن حلمي طبعا خلانا حضرت الدرسات تدريب مع الخبيل الالماني هيدر جوت. مم. وكان كابت فتحا صلي كبير. يعني كابت توقامة مطبقة بمعنى بكلمة. اه. اه. فقال لك ادي كوادر المدربين في النادي على اساس نطلع تفريخ نجزة بالقائرة. وبالفعل برضو طلعنا لعيب اكتار طبعا امسال الكابتن عرف النجار وكابتن طيب. كابتن نبيل الطحون. كابتن عبسة الطرقة. كابتن رفوط عمار. وآه. يعني اعداد كبيرة جدا. كابتن طبعا عرف. طبعا لعب شبين. لعب كابتن الشيك. كابتن طيب لعب غزة بنحلة ويدية المساعد. اه. نعرف كل الكواليس منهم دلات. اه طبعا. خدت بقى حضرتك. والنادي طبعا اه كنا بنشتغل برضو بالامكانيات اللي هي الدعيفة. بس قدرنا نحن نطلع ناس ونشوف فروق فردية نشتغل عليها. خدت بقى حضرتك. اهتمته بالمدربين بشكل اكبر. اه طبعا. وده كان برضو عن طريق كابتن حلمي كان بيوجيهنا وكان بيوفر لها كل حاجة. هو كابتن حميد امام الله ارحمه طبعا. الله ارحمه طبعا. كابتن نجوم الزمالك اثر فيك بشكل كبير. في الفترة دي. اه طبعا اه في الفترة ديت ما كانش فيه بقى. اه طبعا اه. ما كانش فيه وكيل اللاعبين ما كانش فيه. فكنا بنعتمد اه عن نجومية. طبعا ما كانش فيه بقى حتة الاموال والفلوس الكتير اللي بتندفع النهاردة. فكان حلمك ان انت تبقى حاجة. حاجة كويس. اه طبعا. المهارة بتاعتك بتسرد النفسك. اه طبعا. فانا طبعا لما جيت النادي الناس كلها شافت ان انا ممكن ابقى حاجة كويسة في النادي وان انا ممكن ابقى خالفة القرق يحياة والناس ديات. طبعا نجوم الزمالك لما كانت بتنزل هنا. اه كان بيبقى عيد. وقبلها بشهر بيبقى معلم في الجرائد او في اه في الاماكن العامة. ان نادي الزمالك جاي اه اه كفر الشيخ. دي حاجة طبعا كبيرة بالنسبة لنا في التوقيت ده. ده اللي خلى حضرتك ترتبط بنادي الزمالك بشكل كدير. اصلا ما شاء الله يعني الحمد لله اما دخلت كله زمالكوية. اكيد طبعا. اكيد طبعا. الاجيال الاديفة كمان يعني. او طبعا في الفترة دي برضو انه النجومية بتاعة لعبة نادي الزمالك. هي اللي بتعمل الاسم خلينا وخيين شوية. يعني النهاردة انا لما كنت اقعد اتفرج على فاروق جعفر وحسن شحاطة. كمان انت بتشوفه قدامك يعني. اه فما بالك بقى انا هلعب عليه يعني احنا ما كناش بننام وده كانت مشكلتنا. انا نحنا بنجي يوم الماتش. طول الليل بنحلم ان انا هلعب على جنب حسن شحاطة وفاروق عفر وطه بصري. لعبت ضدوم كم مرة? انا لعبت مبارتين. مبارتين. اه. وكانت مبارة في كفر الشيخ ومبارة في القاهرة. وكان. كمان كنت بتسافر وتلعبوا هناك. مش مش شخص بس ان فاني بيجي هنا. لا 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 كنا بناخد اوتوبيس بنسافر من هنا ونلعب الماتش ونرجع بعدها على الطوط. اه. ننصب رحلة وتعبوا يوم جميلة. كويس ان كان فيها توسط رحلة. اه. الماتشاط بقى حكيلي بقى على كولية الماتشاط دي. طبعا. اللعيبة كانت اتعامل معاكو ازاي يعني. طبعا. طبعا. انا عايز اقول في الفترة دي اه. لعيب الكورة حتى على المستوى المنتخب او اهلي او زمالك او الاندية دي كان بيتعامل كنجب. ما ما كانش يمله غير سمعته وشهرته. فكان لازم يبقى كويس. لازم يتعامل كويس. لازم يزهر بمظهر كويس قدام الجمهور وقدام اللعيبة. قليل جدا لما كنت تلاقي حتى اللعيب يتنرفس عليك في الملعب او اتكلمة. لما كنت تقع في الملعب كان لعيب طبعا. انا كنت بلعب على كابتن محمد صلاح. طبعا كابتن محمد صلاح تاريخ اه باقي من مصر. اه. فطبعا كابتن محمد صلاح اه حاجة حلوة يعني انا انا فضلت فترة طلعا عمال ابوص كده اشوف هو اولا لأ. بعدها نزل كابتن خالج جل كان ناشئ في الشوت التاني. كابتن خالج. اه. مدربين كمان محترمين. اه طبعا طبعا مدربين محترمين. فطبعا الحاجات دي كلها في زكرة الواحد وفي مخيلة الغيطة النهاردة اه ازاي اللعبة دي كانت بتتعامل حتى مع بعضها في الملعب بتنادي على بعضها ازاي? بتكلمنا ازاي? لا كانت حاجة في المنتاج الادب. ده كمان خليك ترتبط بالزمالك اكتر. اكيد طبعا اكيد طبعا كابتن يعني اه عسى ده ده تاريخ ما ما حدش يقدر انسان. مم. كابتن طيب تحضرك لعبت موتشاط ولا ما حضرتش الموتشاط دي? لانا حضرت موتشاط اه انا كان لها الشرف طبعا موجود في نادي الزمالك السنة اللي هي سنة تسعة وتمانية سيدي. تسعة وتمانية? تسعة وتمانية. روحة الزمالك. مع جيل الزمالك. اه. كابتن طريحي. طريحي اه احمد رمزي. كابتن عامد رمزي. كابتن اشرف قاسم. كابتن سعين يوسف. اه. كابتن جمال ابحميد. اه. الجيل العظيم. اه. كابتن عسين السيد. اه. الاخر سنة اللي كان لائفها كابتن اه محمد حلمي. اه. نصو مالع. اه. مجموعة العيبة بصراحة يعني انا كنت اتمان. يعني اختبارات وعلاعات العام. قراته اتمارنتي كابتن اميل اه كان رشحني. تبقى بعد. اه طبعا. اه. كان كان اه كابتن حمد امام شافني في وراي. في تفويت كمان من كابتن زاكو عثمان وكابتن فاروق وكابتن غنم سلطان. اه. لي ان انا ضمن طيب لده الزمالك. تفويت. اه. بس طبعا اه. بس طبعا قالي كان ساب عاطف عبادة واحمد ريزي. كنا القائمة اللي اثرت معاك في. من تلاتين لعيب. اه من تلاتين لعيب لخمسة وعشرين لعيب. اه. دي اللي عملت مشكلة. اللي فيها السنة. اللي احترف فيها كابتن مجد طلبة. ام. في باوك الوناني. ام. كان نفس العيب. ام. كان فيه مشكلة طبعا كان فيه تخمة في اللاعبين موجودة في البنات الزمالك. فدي اثرت اه. اثرت طبعا. اه. كنت مات مرة مع كابتن زاكو عثمان وكابتن فاروق عفر. في ذكرات اه طبعا. اه طبعا. العجيب بالتوأمة انه بتطبق حرفيا يعني. اه كابتن باب النادي كان مفتوح اه كابتن وكان مثلا كابتن زاكو عثمان كابتن مونير كله كابتن يميل جايب العيم زا مالك قال ليه روح ناسي التميلة على طول. ما اعتقد برضو الفترة دي الزا مالك مفتوح في اي وقت. اه طبعا طبعا طبعا. برضو كانت حتة الكابتن طاري احيا. اه ان هو طبعا رمز من رمز كوف الشيخ كلعيب موجود هناك. كان بتبقى فيه طموح لكل المعظم اللعاب اللي هنا. ايه ده بقى طموح للتو? اتقرر نفس التجربة. اه موجودية. احنا بسم الله ما شاء الله كان معنا مجموعة اللعبين يعني يعني معلش انا مش 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 عزل محد فيهم. اقالي اللعيب اللي كان موجود دلوقتي انا باعتبره ان احسن من المعظم اللعب اللي موجود دلوقتي في مصر. كان معنا اللعب كان بتلعب للكورة نفسها. بقالي الامكانيات. كان معنا طبعا الكابتن قميلة وكان مدار فيها. فالكبير بين اللعب زمان ودلوقتي اكيد يا. هو كابتن ابو واحد. فحكم التطور في الامكانيات والناحية المادية كمان بالنسبة اللعب. اه دايما نقول حب ما تعمل حتى اعمل ما تحب. الناس زمان اللعب معظم اللعب زماني مفيش ميديا مفيش اي حاجة بس كان بيحب كورة ازاي متع الجمهور بكورة. ازاي يلعب كورة. كانش بلعب عشان الفلوس. غير معظم اللعب اللي موجود دلوقتي. فكون انك انت بتحب بحاجة وعايز استمتع بيها وتمتع الناس بيها. فبتفن فيها فبتعلى. فكان في مستوى معظم اللعب كان كويس. حتى لما كنت دخل على مجموعة اللعب اللي موجودة. كابتن عفس الطرق اغاو. كابتن اه نبيل. واللي كابتن عرف النجار. وكابتن حازم. ومجموعة لعبها في صراحة كتير كتير كويسين يعني. كابتن. كابتن نسامة يحيك. الاحسب من طارق. اه. اخو طارق. مجموعة لعبة جانبية عندنا. فدي خلت خلت تعلت مستوى معظم. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. وزي انت قلت حضرتك قلت النوة تماما جدا. كابتن الطارق ان ده اطموح كبير للجيل في الفترة دي النوة كله عايز انطلق ياه. معظم الاجيال كابتن ان هي تبقى نفس تجربة الكابتن طارياح. مم. في الناس الزمالي. مم. قولي بقى حضرتك السر العلاقة الحميمة ما بين اه زمارك اللين و اه زمارك القيارة كان ايه? هو طبعا اللي زارع الكلام ده كله كابتن حلمي. مم. كابتن حلمي انا كنت تتعامل معاه تحس انه قبل الجميع. يعني كابتن حلمي كان يبص للنادي على اساس يبص عن نواس عندنا كلها ومن غير احنا ما نتكلم. مم. يعني كان مسلا يدينا بالطاقم طاقمين. والدينة مسلا ما فيش. محاولتش تتواصله مع السيادة مستشار مرتضى الفترة الاخيرة? والله يا الفترة اللي هي طبعا الكابتن مستشار اه سيادة مستشار مسكة انت تعلم ماذا اللي هو في الله يكون فعوله بصراحة. طبعا. اه. يعني الكابتن اه المستشار الله يكون فعول على اللي هو فيه. فاحلا مش عايزين نسخل عليه بالكلام ده لانه طبعا برضو عايزين لما دنيا. اقول لحظة حاجة هو بالنسبة له ان زمالك وتاخد اسم الزمالك ومشاهر باسم الزمالك. اعتقد ان هو حيبقى. هو طبعا المفروض حضرتك يعني اقل حاجة. مم. تبتعى الرئاس الشرفية للستانة المستشار. مم. خطبا ونعمل نعيد التواصل تاني. بس طبعا احنا مستنيين. خلال التالتة يمين احنا. اه ان شاء الله يعني احنا مستنيين يا كابتن لما الملعب بتاع اه يجهز. مم. ملعبنا بيتجهز على اعلى مستوى. نبدأ نخش. ان شاء الله لما الملعب يجهز الزمالك بقى ييجي ونعمل. ان شاء الله ونعمل افتتاح الملعب ونعمل كل الكلام دهوت. طبعا نسيات المستشارة يعني رجل المطيب اصلا. خدت بالك مش هستخصر فينا اي حد. مم. قول لي بقى انتموح النادي الفترة اللي جاية. ان شاء الله ان هو هيشترك في اه طبعا اه. بتوقفتوا بسبب الملعب. اه بسبب من 2019 طبعا جات الكورونا وجات الكلام ده كله. وجات اجهز الملعب. فاحنا ايه? قلنا نريح ان احنا نبدأ بعد الملعب ما يجهز عن طريق الاشتراك في منطقة كفر الشيخ لكورة القدم. مم. هتبدأ بقى من تحت. اه من تحت. سلم من تحت. اه ونبدأ بنعمل ان شاء الله يعني ايه زي اكاديميات صغيرة بالنسبة للناشئين مدرس كورة وفيها ناشئين وبردو ننافذ عليها في المنطقة. نعم. في اكاديمية اه احنا كنا عملية اكاديمية من 2008-2011. مم. الدكتور محمود كان عملها وكنت تانا لماسك للاكاديمية وطلعنا لعيب كتير. مم. يعني فيه لعيب كان. ان شاء الله التواصل لازم يرجع تاني بإذن الله يعني. مم. الاحماد عيسى ده كان لعيب طالعا عندي من الاكاديمية كان هدف 16 سنة في الزمان. مم. ها طبعا طبعا التواصل والكلام ده كل جيل كابتن محمود طبعا ساب ومسك بالسشار ملعب واحنا. ان شاء الله طبعا التواصل عن طريق تلتة ايمين برضو. وحضرتك خلاصة الموضوع ده اوت مستشار يشير ربنا. مستشار انا متاكد موضوع ده اكيد. سياسة المستشار يعني اعاد للزمالك البريق وربنا يساعد على اللي هو فيه. كنت تعرف انا طبعا عايز اخو حضراتك للنحة الفنية النادي الزمالك. انت شايفها ازاي دلوقتي. طبعا اخد هنادي الزمالك طبعا بطولة الكاس. مم. وربنا وفقه في المرحلة. احتفلتو ازاي هنا بقى بالكاس. لا اشوف يا كابتن. اه دي بتبقى احتفالات اه غصبا عن اي حد. مم. يعني مش اه ما بتبقاش مقتصر على مكان معينة. وده طبعا كل واحد بيبقى في مكانه بيبقى فرحان. وطبعا الناس في الشوارع. في كده يعني. مم. الشيء كويس انه مش معن. ام دي مش مجرد بطولة. لان الزمالك النهاردة اثبت تفوقه في المباراة. مم. وده يعني بشهادة كل النقاط وكل المحللين. ان الزمالك كان متفوق. زمالك الفترة الاخيرة مع كابتن فريرا. اه عامل شكل كويس. عامل يعني النهاردة تتفرج على المباراة تحسن الزمالك مش هيخص. يعني فرقة فرقة تقيلة في الملعب. مم. رغم ان فيه غيابات كتير ورغم ان فيه نشيين كتير موينين. فيه غيابات كابتن فيه بدائل. وده نجاح المدرب. اه وده مدرب. ده نجاح المدرب. انك تعمل بدائل حتى لو لو كان اه اه خبراتهم قليلة مع الماتشات هيخضوا ثقة. وده كانت افضل مرحلة ان هما يخضوا فيها الثقة ديت. مم. يعني المرحلة اللي اللي فاتت ديت. اه الرجل يمكن في البداية الزمالك تعدي الماتشين او. ولسه بيتعرف على الفريق اكيد. بيتعرف على الفريق. وده وضع طبيعي. فا فا. انت كبان كمدرب شايف تجربة ان طبعا مجلس الزمالك ان يمد الالفين خمسة عشرين للمدرب. اه. ده بتدي طمأنينة للمدرب واللعيبة اللي موجودة? ايوة طبعا كابتن. طبعا لازم تدي طمأنينة. اه اه اهم شيء النهاردة ان المجلس اه بعد تماما عن حت قصة الكرة. مم. يعني النهاردة الرجل فريرا. اه ليه تجربة سابقة اه في نادي الزمالك? تجربة نجاحة. النهاردة بيعيد الكرة تاني. مم. يعني الرجل مش جديد على الجو المصري ولا على فرقة الزمالك ولا على النادي الزمالك. لا الرجل جاي وعارف هو هيعمل ايه? وطبعا هو كان في اه قطر و وليه نجحات كبيرة هناك مع نادي الساد. وانا كنت موجود الفترة اللي فاتت دي في قطر. وحضرت اله اكتر من مرة يعني في في التمارين وفي كده في ماتشور. لا الا 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 اه نادي الزمالك النهاردة بيعيش في فترة اه يعني يجب استثمرها. مين مين من لعبة الزمالك? حاسوا انه فارق كتير معنا. طبعا زيزو. النهاردة اه اه اشوف كابتن يمكن اه اه ده مش رأي النهاردة على فكر. مم. انا رأي من البطولة الافريقية ان زيزو الظلم. مم. انا كان لازم احط زيزو ازي اه الناس العامية ما بتقول احط زيزو وبعدين احط اللعب. مم. يعني احط اللعب بعد ازيزو. النهاردة ازيزو ما شاء الله حاجة تفرح. طبعا بنشرق وخلاص يعني مش عايزين اه اه نقف هنا لا. اه الزمالك دايما اه. طبعا. اه ردو خاسب ان اتكلمت في النقطة دي. اه. انا شايف اه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك عنده اه حس كبير جدا باللعبة اللي قدت لنادي الزمالك. طبعا. ودع اللي بنشرق. انت شايف ازيك يا جمهور. ودي من اجمل الحاجات اللي انا شايفها في الفترة الاخيرة. انه النهاردة اه الناس بقى عنده وعية حتى الجمهور العادي. بقى عنده وعية النهاردة يعني ايه احتراف. اه. الرجل ده جاء كامل مهمته ومشي. ادى اللي عليه. عمل اللي عليه ومشي. خلاص لحد بيتعرض له. بل بالعكس. هو سيب زكرة كويسة مع الجمهور. الجمهور كمان بيودعه اه بطريقة محترمة. اه طريقة اه حضرية. اه. فده اكتر حاجة اسعادتني فعلا يعني. طيب لازم اخد حراك برضو بما نتكلمنا عن الجمهور. تشايف عودة جمهور الزمالك الفترة اخيرة فرع مع اللعيبة? بالتأكيد طبعا الجمهور اعتبر رقم واحد وعمل اساسي في الكورة. في مصر. وانه ده من الجمهور في فترة الاخيرة هو ده اللي اثر على مستوى الكورة. واصر على موازن مستوى اللعيب. رقم واحد هو الجمهورة مش بنقول الفريق او او المدارب رقم واحد الجمهور. لان انا من رأيي ان الجمهور هو اللي بيصنع كل شيء. فعلا يعني. ساكيد بقى عن ناحية الفنية ومع اللعيبة كمان بتحس بالمسؤولية بتفرق كتير. هو ترتيب يعني. هو ترتيب لما نقول واحد واثنين وثلاثة. انا من وجهة نظر رقم واحد الجمهور. هو اللي بيخلق المدرب بيخلق اللعيب. بيخلق الفنيات بيخلقوا كل شيء. طبعا بالتأكيد مع الادارة الكويسة. لزلك لازمالك لما تلاقي فيه المجموات اللعيبة اللي موجودة. انت شايف بقى ناحية الفنية ازاي مع عدلاتكم مدربين فانعايز اتكلم في ناحية فنية شوية. بتتلخص في الكوتش. الراجل ده بصراحة يعني زي ما نقول هو ده يا فتاقرين. ايه اللي اضافوا لنازل زمالك الفترة الاخيرة من وجهة نظرة. حيطة انك انتا تقعدش كبالة. مم. وانه ينزل ما زعلش وانك انتا ممكن ما تلعبوش. مم. وحيطة انك انتا تدف مطش. بروح لعيبة كمان. مم. انا ازاي كمدرب قادر اتعامل مع اللعيبة عشان اتقابل منه كل شيء. مم. يعني مطش اللي اللي. اه يعني هو بصراحة في الحتة دي مفيش كل اللعيبة اللي في نازل زمالك دلوقتي بتسمع كلمتهم من الالف الياه. عشان عارفين انه صح. لانه في الناه بقى صح. يعني مطش اللي هو قبل مطش الان اللي فات تغيير اه بين شرق وتغيير اه ازيزو في المطش اللي قبله ما كانش حده متخيله خالص. خالص. في النبرة ده. طبعا. ولكن هو كان بيدي درس اللاعبة ان ممكن اي حد يبقى بره ممكن احد يبقى جوه. لكن هو كمدرب. انت كلاعب اجتهد. واخد. تسيب الباقي بقى بتاعتنا. وبالتالي النجاح موجود في نازل زمالك دلوقتي مع الاسقرار بسم الله ما شاء الله فارق مع نازل زمالك. هو كمدرب باين انت تشوفه في كل مطش تغييراته بتأثر في الخطة تلاقي بتاع الفريق كل شوية. يعني بيقدر يلعب تشكيل معين بيخط. اه لا حتى معظم النخاب بيستغربوا التغييرات لك. في نهاية المباراة قولك لا هو كان هو كان الصح. ايو بتبصح. بالتأكيد. طبعا مع النجوم الجديدة اللي طلعت مناشئين سفر وجعفر وآآ. خلمني بقى عن ناشئين انت من وجهة نظرك كمدرب ده حاجة آآ تفيد نازل زمالك في المستقبل بشكل كبير. بالتأكيد طبعا الا النجوم اللي موجود دلوقتي عملتين مع مع النادي. مم. بابا لكن دلوقتي لو انت اديت انت اديت لاتنين تلات لعيبة. طب لو زودت القاعدة شوية بتاعت الناشئين. مم. هتاخد بالتأكيد اكتر من كده يعني اهتمام بقاعدة الناشئين مهم جدا. بس اعتقد في نازل زمالك فيه اهتمام كبير بالناشئين. حاليا. مم. حاليا. لكن الفترة اللي فاتت مم. مكانش فيه تركيز اقوي بالنسبة للناشئين. مم. ده نقطة جابية بالنسبة للإدارة والمقدير الفني. ان هو يعني ادفعه بالناشئينة. اه انا كمدرب اه بالتنسيق مع العدارة. اديت الضوء بس ان اعتمد عن ولادي النادي. ما هي ما هي منظومة. علشان كمان ما خليش اللعيبة اللي هو ما كبارة والعامة اللي بتطلب الملايين هي لا يتحكم في النادي. لا النادي ولا يتحكم في العيب. هو اللي يقول ان عاوز فلان مش عاوز فلان. اللي هو بيعمله دلوقتي المستشار مرتضى. مم. انا بحط بلان للعيب ده انت كزا. عايزني او مش عايزني مع السلام. لان فيه موجود بديل. فيه بدائل بقى مش بديل واحد بس. اللي هو معظم اللعاب الناشئين اللي موجودين. هو ده اللي يحب النادي وخاف عليه. والقاعدة موجودة كتير يعني بصراح في نادي الزمالك. بنسبة الناشئين. كابتن قلت نقطة وحنا نتكلم قلت الاستقرار والعدالة. فرقين كتير معناها الزمالي. طبعا. هو العدالة لما اللعيب يبص ان هو طبعا ما بتظلمش. كون ان هو بينزل او بيطلع في توقيت مناسب وفيه دوران للعيبة. وكل اللعيبة بتاخد دورها. في الاداء وفي المدارب بيشرك كل اللعيب اه في توقيت معين. وكل حاجة بحساب. فطبعا ده كله. والدليل على كده ان الحالة اللي فيها اللعيب زمالي. مم. جنب يتحط بتلاقي الاحتياطة قبل الاساسي بيجري بيشير اللعيب وبيعمل واحد جمهور. والكلام ده كله. الحاجات دي ما كلاش بالحساب لكده. انت عدرك كجمهور وكمسؤول حاسس ان فعلا فيه حالة. اه طبعا اللعيب اه حاسس ان فيه الظهور مواقع عليه. اه. خطبال حضرتك وعشان كده. اه خليبات الظلم مش مدير فني بس كمان. من الظلم زي ما قال الكابتن من الادارة كمان. اه طبعا. اي ادارة ماشا. الادارة مجلس ادارة ده موفر كل حاجة. الادارة قريبة من الفرقة ممثلة في الكابتن امير مرتضى. اه. ده مسايب اي حاجة كل حاجة بحساب. حتى تعليقات وحتى كلام وحتى الكلام ده كله. يدل عن انه انسان فاهم انسان طبعا بس لكل حاجة. اه. فانا طبعا لعيب لما بيبقى حس ان هو مش اه مظلوق. سمع لكابتن واحد بس اه سازينا الكابتن بس. الفضل. النادي الزمالك في سنوات كتيرة جدا كان بيبقى من افضل اه الانديه في مصر. ويبقى قبقه وثاني من الدورة. كانت المشكلة دايما كانت في الادارة. اه. فعلا. في سنوات كتيرة جدا اللي زمالك رقم واحد. لعيبة كويسة. اه اداء كويس بس مفيش اه مفيش مكسل للدارع مسلا سواء الدورة والكاس. كانت المشكلة كانت بتلخص في الادارة. ممكن ده الفرق بالنادي الزمالك والان ده التاني. ازا توفرت الادارة الكاملة الكويسة في النادي الزمالك بتجده ما في حتة تانية خالص. وليه انت شايف الفترة اخيرة ان في الناديه. وده اللي احنا محزينه فترة دي اه. عشان كده الزمالك زي ما انت شايف منور كل لعيب مع الانتصارات اللي ما هو ده. اه هو طبعا. اه هو طبعا يا كابتن الادارة عنصر من التالت اضلاع. الادارة والنحة الليها اللاعبية. اه طبعا. اه طبعا. يعني لو ترى ما فيه استقرار اداري وفيه لعيبة اه كويسين وفيه ناحية فقالنية كويسة. وفيه طبعا جمهور عظيم ورشل. وفيه طبعا الجمهور ده الجمهور ده على جامل. منظوم متكامل يا. الجمهور ده في حتة تاني. فده كله بسبب النجاح وبسبب الاستقرار بالفرقة وبسبب الخلي المدرب يبني على الكلام ده كل. يعني ده الكلام ده كمان لما تلبها للعيبة هادية. واللعيبة مش حاسة بظلم. والمدرب بيتصرب بحرية. خدت بال حضرتك وبيبدأ يعمل كل الشغل بتاعه بدون اي حاجة. واللي بقى انت حضراك كمسؤول كده وكجمهور كمان. تقول لعدت الزمالك ايه الفترة ده. والله هو المشوار يعني مشوار الفاضل يا كابتن مشوار اه صعب سهل. صعب سهل. صعب سهل. اه. خدت بال حضرتك هو طبعا فاضل. ببعنا نوضحها اكتر. اه طبعا. فاضل طبعا ما تشاط. اه المشكلة مش في الفرق قوية. المشكلة في الفرق ضعيفة. اه. مش في الفرق اللي هي بتنفس على الهبوط دي يحطيه قدامك. وهت اه بقيتها وسنانها اللي مش عاستقصر. الزمالك لازم ياخد كل ماتش الوحدة. نظام كاس. بيقفل على الماتش اللي بلعبه من الليلتها بالليل بيبدأ يحضر الماتش التاني. بيعمل معسكرات. وبيعمل اه شغل تركيز. ويشتغل على الفرق اللي هيلعبها. خدت بقى حضرتك وحضرتك بقى تبدأ في حاجة اسمها التحليل الفني الفرق المنافسة. يعني بقى يحط دلوقتي محضر الفني. مستر فريرا بيتعامل مع الجزء ده بشكل. اه طبعا. وجيب له الفيديوهات وجيب له الكلام ده وشغل عليه. ده التحليل الفن الفرق المنافسة ده الحاجة الجديدة دلوقتي. مم. خدت بقى حضرتك بيبدأ طبعا بيستعد الماتش بحط الناس اللي هي تماشي مع الماتش اللي جاية. شوف النواقص في الفرق التانية وبيبدأ يشتغل عليها من عناصر الموجودة عنده ومتوفرة عنده وبيش يشتغل عليه. طبعا مع الروح الموجودة مع روح الجمهور. بس الحمد لله. بس الحمد لله. ما انا بقول لحضرتك اي احداشر يا باش عجبهم من اي حطة حيلعبهم وهيقدولك اللي انت عايزوا. الحالة اللي احنا فيها دي. اي احداشر هتجبهم هيقدوا بنفس الطريقة لو انت رجحت طريقة الماتشات اللي اخرينين هتلاقي فيه اختلافات يعمل. مفعلا. حاج تسد ان شكبالا نزل من الاول من اللي ماتش اللي فات. حاج تسد ان شكبالا منزلش خالص ماتش اللي قابليه. الكلام ده كل. خدت بقى لحضرتك. فدية الحاجات اللي المدري بيبدأ اشتغل عليه. فاحنا عايزين من الفرقة وعايزين من الجهاز الفني والادارة والدنيا كلها الوقوف خلف الفرقة في طبيعات اللي جاية. بابدأ اقفل على الماتش اللي اللي عبته ببقى ما كانت نتيجته واشتغل على الماتش اللي جاي. وابدأ احل الماتش اللي جاي واشوف الدنيا فيها ايه وحط التشكيل بتاعه ليتناسب مع. عدرك ان شاء الله متفايل بالدور السنانية. ان شاء الله. ان شاء الله كبت. كيف تقول تقولي للعيبة. اقول للعيبة ان مرحلة الكاس انتهي. لازم نيفل عليها. مرحلة الاحتفالات. اه مباراة اللي الجاية. اه لازم يكون لها ترتبات خاصة. لها زروف خاصة. اه لها طموح خاص. فخلاص يعني كل كل مباراة في الفترة اللي جاية دي مباراة كؤوس. لازم. المباراة اللي تنتهي بتاخد وقتها وخلاص. نيفل على الكاس واحتفالات الكاس ونبدأ نفكر بقى في اللي جاية. اه اللعبة لازم يكون تركيزها عالي. سواء في التدريب في المباراة في التعليمات اللي هيقولها المدرب. لازم يكونوا مركزين كويس اه. اه. طبعا. اه. غير كده كمان احنا في نهاية موسم. اه. طبعا حتة بقى تجديد. اه. في اللعبة هتمشي. اللعبة هتستنى. في اللعبة جاية من برق. مش لازم. اللعبة لازم تقفل على الحاجات دي كلها. لازم اللعبة تكون بعيد تماما عن التفكير في الحاجات دي. اه. فلان هيجي هيبقى مكان فلان. فلان هيدخل. لا. النهاردة التيم كله اه. ما شاء الله يعني اللعبة اللي بيغيب النهاردة ما ما عدناش بنحفظ اسماء. متحسش بيه. ما بنحفظ اسماء. ده نجاح للمدرب. طبعا. طبعا نجاح نجاح اه فهم اتتخيل كمان. فهي لازم اللعبة يبقى تكون تركيزها في الفترة الخادمة. كل مباراة بزروفها بمتطلباتها بطموحها. بس. اللي عادة نقفل صفحيته نبدا في الجزء. كابتن تقول العدي. صحيح مهم جدا ان الجمهور الزمالكة والناس اللي بتحب ناس زمالكة توصل صوتها لعيفة ناس زمالكة. من خلال البرنامج التال تايمين. ما هو يعني يعني يمكن اه نفس كلامة كابتن عارفها بس انا بقول حاجة يعني حتى يعني في نفسنا كلمة الملعب بس الوحدة في حاجة ذاتها. بتعني في نفسك الملعب بس. تلعيه. التمرين. التركيز. المطشات كلها. كل مطش على هلعب الجونة هلعب بيرامجزة هلعب الاتحاد اي نادي وبياخد كل مباراة على حي ده متطلباتها عشان يكسبها. وهو ماشي كده كويس مركز. تركيز اللعيبة لما يتنقل المدرب في نفس الخطة اللي هو ماشي بيها لاخر مباراة بالتأكيد هتلاقي الدوري موجود في. تركيز المدرب لما يتنقل اللعيب. اه. بيأسرع العيبة بيخلي اللعيب نفسه. بيأخد من المدرب. انا كالعيب باخد مدرب لو بعمله. هم العادي الوقت بسم الله مركزين مع مدرب تماما في كل شيء. وده كويس طبعا عشان كده بتحصل ثلاث نقاط. في كل مطش. دايما وان شاء الله انا بقى نيجي بيذن الله بيحتفل بالدور. ان شاء الله كنت احتفل مع بعض. ان شاء الله كاب. اشكركم كنت مبسوط. انا كنت مبسوط ان انا موجود معاكم. يعني حاجة محترمة جدا. انا دي محترم. ان شاء الله نبقى فيه تواصل بعد كده. بيذن الله. ان شاء الله بيذن الله.